وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم وسبحان من هذا كلامه كلام رب العالمين يهدي الناس إلى النور وإلى الصراط المستقيم ولو نظرت إلى قبل هذه الآية وهذا ما أدعو إليه جميع المشاهدين الكرام أن الآيات في القرآن الكريم لها سباق ولها لحاق ولها سياق وفصل الآيات عن سياقها يحدث خلطا كبيرا قبل هذه الآيات الكريمة يوضح ربنا سبحانه وتعالى للناس أن هذا القرآن هو مصدر الهداية ومشعل النور للناس في كل وقت وفي كل حين لذلك الآية الكريمة التي بين أيدينا الآن توضح فئة من الناس كل همهم هو نشر الأكاذيب كل همهم هو عدم التثبت من الأخبار حتى التي يسمعونها لذلك يعيب عليهم القرآن الكريم فيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أي الخير أو الخوف وهذا هو الجمال في كلام رب العالمين كما نعتاده دائما والضد يظهر حسنه الضد الأمن والخوف وإذا جاءهم أمر من الأمن أي من الخير للمسلمين وللناس ولأوطانهم أو الخوف إن هذا الذي اعتاد الثرثرة وعدم التأني في القول لا يهمه ما ينفع أو ما يضر فهو ينقل الكلام فهو يروج للكلام لا يعنيه حسنه أو قبحه لذلك انظر إلى جمال الآية وإذا جاءهم أمر إذا جاء هؤلاء الناس وهذه الفئة أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به من هؤلاء الناس قال أهل العلم والعلم لله وحده وجمهور المفسرين أن المراد بمن يذيعون القول في هذه الآية الكريمة هم المنافقون وتوسع المفسرون فقالوا كل من لم يدخل الإيمان إلى قلبه بتمامه أي كل ضعف الإيمان تقصد هذه الآية كل ضعفاء الإيمان الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف للناس أذاعوا به أذاعوا أمر الخير قبل أن يتثبتوا منه ويذيعه الرسول صلى الله عليه وسلم وينشره ويذيعه أولو الأمر ويتفهمه أولو البصر والبصيرة وقد يكون في استنباطهم لهذا الأمن أي الخير خير أكثر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أذاعوا به إذا انتقلوا إلى وجه آخر وهو أمر يخيف الناس أمر يقلق الناس أمر ينغص حياة الناس يذيعه أيضا يذيعه أيضا بأشد حماسا من الأول عاب القرآن الكريم على من يفعل ذلك من ضعاف الإيمان والمنافقين في الحالتين في نشر الأخبار التي لم يتثبت منها أو التي تثبت أنها تخيف الجماعة وتفرق الجمعة وتحدث قلاقل في المجتمع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروه وصدعوا به ونشروه بين الناس لا لهدف طيب وإنما لهدف خبيث